جذبت مبادرة الحزام والطريق الكثير من دول العالم للمشاركة في مشروعات معنية على طول الحزام والطريق من خلال أمثلة التعاون الناجح والفوز المشترك منذ أن اقترحت الصين قبل ثلاث سنوات هذا وقال رئيس وزرائي موريسيوس أنيريود جزموت مؤخرا أن مبادرة الحزام والطريق خلقت فرص التنمية للعديد من البلدان في العالم حيث أعرب جانجوت عن أمله في أن هذه المبادرة ستحقق لبلاده التنمية المستدامة ججنود بمبادرة الحزام والطريق إذ أنها تطرح البرامج الصينية المبتكرة بهدف دفع عالم متعدد الأقطاب وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك خلال حضوره لندوة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وموريسيوس مضيفا أن موريسيوس مستعدة للمشاركة في عمليات البناء على طول مبادرة الحزام والطريق بشكل إيجابي إن مبادرة الحزام والطريق تجعل العلاقات بين موريسيوس والصين أكثر غساقة وباتبارنا دولة إفريقية نحن نتمنى أن نصبها جسرا بين الصين والإفريقية وجزء حمل لمبادرة الحزام والطريق من أجل تحقيق تنمية في هذه المنطقة وأشار جاجنوت إلى أن موريسيوس تحتاج إلى تعزيز الابتكار العلمي حاليا لتقوية القوى المنتجة والقدرة التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفي هذا الصدد فأن مبادرة الحزام والطريق تتناسب مع الاستراتيجية الحالية للتنمية التي تسعى إليها موريسيوس في الواقع جاهروا استراتيجاتنا نتمية وتحولوا إلى مناصة تجارية لاستثمار الإفريقية بحدف توفير الخدمات لبلد مثل الصين في المستقبل وتعزيز العلاقات بين الجانبين في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر